في حلقات عديدة الآن مع عدد من المختصين أعرضت وثائق بالغرامات التأخيرية اللي كانت في وزارة النفط واليوم أنا أعرض غرامات تأخيرية في وحدة في دائرة من دوائر وزارة أنا أتمنى من السيد مدير ديوان الرقابة المالية بما أن يقولون الحرية في الوصول إلى المعلومة أريد أو نريد حتى لا يبدل أمر شخصي جدول بكل الغرامات التأخيرية أو الغرامات التي تحملها العراق وأنا واثق وأعرفها أمام المسؤولين الكرام بس الغرامات اللي تحملها العراق تبني العراق ذهب أتمنى واحد في ديوان الرقابة المالية يزودني بتوطل نهائي لمثل هذه الغرامات